بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام في بداية حلقتنا النهاردة بنرحب السيدة اللواء أركان حرب أحمد إسبعيل إبراهيم مدير كلية الضباط الاحتياط سيدة اللواء أحمد دي بداية أننا عوزنا نعرف السيدة المشاهدين بكلية الضباط الاحتياط ونشأتها والهدف من قبلتها إيه كلية الضباط الاحتياط كلية من أقدم كلية العسكرية المصرية وبيعود جزرها لأكتر من خمسين عام صدر قرار إنشاءها سنة 57 وده كان بمسمى مدرسة الضباط الاحتياط تم تطورها من خلال عدة مراحل المرحلة الرئيسية كانت سنة 70 وفي المرحلة دي تم إعادة تسميتها بكلية الضباط الاحتياط الهدف من كلية الضباط الاحتياط هو انتقاء أفضل العناصر من خريج الجامعات المصرية من التخصصات المختلفة ليصبحوا زباط مقاتلين قادرين على قيادة فريق عمل داخل القوات المسلحة سيد الهدف دي يعني كيفية اختيار وانتقاء طالب كلية الضباط الاحتياط ده سؤال مهم جدا ولازم شباب مصر كلهم يعرفوه ضوابة انتقاء طالب كلية الضباط الاحتياط بتخضع لعدة معايير أهمها المعايير الطبية والنفسية والعلمية تأديره اللي حاصل عليه في الجامعة المصرية الخريج زي ما وضحنا بيتم إعداده ليصبح قائد فريق عمل فلازم يتمتع بالياقة الصحية وبدنية ورياضية عالية وطبعا لازم يكون متزن نفسي سيد تليو أحمد عاوزونا عرف مدة التأهيل والدراسة هنا للطالب داخل القولية وطبيعة تأهيله وإعداده داخل القولية لو تسمح لي نبدأ بالإجابة ده على الجزء الثاني من السؤال وده طبيعة برنامج التأهيل اللي في الحقيقة ده برنامج بيبقى معد مسبقا للطالب بيكون من عدة مراحل وبيتنفذوا جميعهم على التوازي مرحلة الأولانية دي مرحلة الإعداد البدني للطالب وده لازم نوضح أن الهدف منها هو برنامج إعداد بدني مش بس لرفع الياقة البدنية للطالب لكن ده بنصر أن الطالب فيه بيتعود على ممارسة الرياضة تصبح أسلوب حياته وده بيتم من خلال التنوع في الألعاب الرياضية بداية من اختراق الضحية ثم المجموعات التكوينية ركوب الدراجات والسباح وده طبعا بيتم بالتدريج بالأحمال لأن احنا عارفين أن الطالب بييجي من بره مش متعود على ممارسة الرياضة أثناء دراسته في الحياة المدنية احنا بنتوع البرنامج ده طبعا لبرنامج غزائي محسوب بالسعرات الحرارية ليتناسب مع حجم المجهود المبزول للطالب داخل الكلية ده تأهيل العسكري التأهيل العسكري بقى بيتم الطالب بيتخطط له مجموعة من الموضوعات الخاصة بالعلوم العسكرية واللي بيتلقاها على نخبة من أعضاء هاي التدريس بالكلية ومدرسين الزائرين وزاوي الخبرات السبع وهنا أنا حابب أنوه أن الاعتباد الأكبر فيه بيكون على التدريب العملي في جميع المجالات الطالب بيبتدي بالتدريب العملي على الأسلحة الصغيرة وده بيتم من خلال الفك والتركيب والاستخدام لجميع الأسلحة الصغيرة بعد كده بيتم التدريب على موضوعات الرماية وهنا بيتم الاعتماد فيها على المقلدات بشكل كبير جدا لحساب نسبة الأخطاء وتحللها وتدرك في أنماط التمارين ثم بعد كده بننتقل لمرحلة الرماية الفعلية بمعنى أن الطالب بينفذ الرماية الفعلية على جميع الأسلحة المختلفة بمثالت محاكاة يعني بعد التدريب على الرماية وتحقي النتائج فيها الطالب بيبقى عنده ثقة كاملة في سلاحه وبيكون مستعد للمرحلة اللي بعد كده المرحلة التالية بيتم التدريب على مقلدات المدهمات في المرحلة دي عبارة عن محاكاة للهجوم على وكر أو تمركز لعناصر إرهابية بالتأكيد بالرعي فيها أن تكون المحاكاة دي مشابهة لأنماط محتملة يقابلها في العمليات الحقيقية ثم يتم التدريب داخل النقطة القوية ودي مرحلة رئيسية مهمة التدريب داخل النقطة القوية ده محاكاة لاحتلال منطقة من الأرض والدفاع عنها ضد العديات المختلفة وده بيعتبر من أرقى التدريبات العملية لأن فيه تدريب حقيقي على احتلال نقطة وتأمنها والدفاع عنها في المرحلة دي الطالب بيستدعي كل العلوم العسكرية اللي تلقاها في الكلية من تكتيك وعلوم عسكرية بالإضافة لاستخدامه الأمثل للسلاح اللي تم تدريبه عليه طبقا لخصائص كل سلاح وطبعا لازم بيستخدم الموضوعات اللي درسها من هندسة ميدان وإشارة وحرب كيميائية طوبغرافية باختصار أقدر أقول لك أن الطالب بيعيش أجواء معركة حقيقية بالإضافة لأن الطالب بيتم تأهيله من خلال بقى موضوعات نقل الخبرة والتوعية ده في الحقيقة أنا بيعتبره أهم جزء في التأهيل الجزء ده بالذات بيبقى فيه تعاون مع الجهات المعنية في القوات المسلحة بتوفر للطالب محاضرين في مجالات مهمة جدا ده ستة لوحة ده بالنسبة للتأهيل وأعداد الطالب خلال مدة التأهيل أو مدة الدراسة مدة الدراسة والتأهيل هنا للطالب كم شهر؟ الطالب بيتم تأهيله هنا في خلال مدة تأهيل ستة شهر بعد منها بينتقل للخدمة داخل صفوف القوات المسلحة لمدة عام ونص بإجمالي اتنين عام طب تمام